يعيش أهالي معظم المناطق في قطاع غزة في ظلام دامس بعد تعطل ثلاثة خطوط كهربائية مغذية للقطاع نتيجة القصف الصهيوني الذي استهدف مناطق واسعة في القطاع بزعم قصف مواقع عسكرية تابعة لكتائب عز الدين القسامة شن طيران الاحتلال الصهيوني صباح اليوم أربع غارات على مواقع تابعة لحركة حماسي في قطاع غزة وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية أن طائرات الاستطلاع الصهيونية قصفت بصاروخ واحد موقعا تدريبيا تابعا لكتائب عز الدين القسامة الجناح العسكري لحركة حماسة ويطلق عليه موقع السبعة عشر غرب مدينة دير البلحة كما استهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين على الأقل لأرضا زراعية شرق حي الشجاعية شرقي القطاع يأتي ذلك فيما أعلنت شركة توزيع الكهربائي في قطاع غزة عن تعطل ثلاثة خطوط كهربائية مغذية للقطاع نتيجة القصص الصهيونية على مناطق متفرقة من القطاع وأدى تعطل الخطوط الثلاثة إلى قطاع شامل في الطيارة الكهربائية عن مناطق واسعة في قطاع غزة وشمالها ترجمة نانسي قنقر